شيء في منتهى الغرابة بكلمك بجد والله العظيم شيء مذهل في غربته انه يبقى في مكانة شغالة طول الوقت بتشتغل على مسألة احباطك وبعدين هذه المكينة بتشتغل على احباطك بالطريقة بتاعت ايه تجيلي كده اجيلك كده يعني على سبيل المثال شائعتين كبار جدا والشائعتين بالمناسبة مش بس لا محل لهم من الاعراب ما فيهمش منطق اي منطق يعني مثلا الاولى تلاقيها منتشرة مواقع التواصل الاجتماعي يقولك ايه مصر خدت قرار توقف مشروع تبطين الترع نهائيا نظرا لعدم جدوى المشروع اول سؤالها تسأله يعني ايه عدم جدوى المشروع يعني سيبك انها شائعة السؤال بقى يعني ايه عدم جدوى المشروع يعني لو سألت كده اللي منشر الشائعة وبالطبع اخوان يعني السؤال بقى يعني ايه قولي كده اشرح لي ايه هي جدوى تبطين الترع وايه هي عدم الجدوى من تبطين الترع ولهذا الدولة خدت قرار خلاص يا جماعة مفيش تبطين ترع تاني احنا مش هنعمل الموضوع ده ابدا ابدا اي عنصر اخواني يشارك في صناعة شائعة او الترويج للشائعة استحالة استحالة هيقولك شيء منطقي ورا كلامه استحالة استحالة يعني انسى عارف الاعلام بتاع الزمان انسى يا عمر هو ده انسى هو مش هيقولك ايه ايه اصل المشروع ما نجحش ايه اصل المشروع فشل ايه اصل الموضوع لا جدوى منه فتيجي تقوله طب هو كان جدوى ايه مايردش يقولك ايه كلام ما تصدقهمش تقوله طب حلو بقى ايه عدم جدوى مايردش خالص يقولك اه مش مجدي اه اصلا ماينفعش تقوله ايه ماينفعش ليه اصلا ده خطر خطر على ايه اه على الارض الزراعية ازاي يعني مايردش بالمناسبة هي دي الطريقة ولن تجد في مرة ايه اخواني يعرض عليك مشكلة وحل هو يقولك ان فيه مشكلة او يختلق ان فيه مشكلة او يخترع ان فيه ازمة فالسؤال بقى مش انت رجل شائي وحبوب وفاهم وعارف ودرس برة وجوه وعقل ومفكر طب ما تقولي الحلول امتى اتفرجت على اخواني او قارت لاخواني وقالك حل بكلمك بجد والله امتى قالك حل واحد استحالة يضح حلول لانه هو اصلا ما يعرفش يحل طب ما لو كانوا بيحلوا كانوا حلوا اي حاجة خلال سنة دا زادوا من ازمات البلاد تفاقما على تفاقهم طيب ايه قصة الترع ولا حاجة خالص مفيش القصة انه مفيش المسألة عكس دا بالكلية يعني على حسب وزارة الموارد المائية والرأي بتأكد بتقول الوزارة بتقول على فكرة هو يجري العمل الان على تأهيل الاف كيلومترات من الطرع وليس بهدف طبطين الطرع فقط او وحسب وانما لإعادة وظيفتها الاساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية والجودة المناسبة للرأي وفي التوقيتات المناسبة للنبات دا بمنتهى الوضوح هنا تاخد بالك انه الرأي بترد رد واضح ورد منطقي ورد فيه الوجهة العلمية بتكمل الرأي وبتقول يجري حاليا التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الطرع والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الطرع أخذا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ الأعمال التأهيلية السابقة ووضع معايير لأعمال للتأهيل القادمة القادمة يعني احنا لسه مكملينا هو طيب تعالى نشوف بقى لشائعة تانية ودي شائعة اللي تفهمك كويس جدا العقلية بتاعت الإخوان في صناعة الشائعة والهدف منها ايه الهدف بمنتهى البساطة انه يروشك يوجعلك في دماغك يسبب لك اي صداع يخليك كاره العيشة واللي عيشنها يخليك طول الوقت ناقم ناقم يعني قالك بص التذاكر بتاعة القطار الكهربائي خفضوها فتقولوا طب الحمد لله فقالك عارف خفضوا تذاكر القطار الكهربائي الخفيف ليه؟ عشان مشروع فشل هو لما مشروع بيفشل بنخفض التذاكر ده سؤال السؤال التاني هنا بس اللي عايزين ناخده ندي فيه شوية مع بعض لو التذكرة فضلت زي ما هي الاخوان هيقولك التذكرة غالية جدا طيب ولو على منطق الاخوان ان التخفيض جه بسبب فشل او عدم نجاح المشروع ده معناها انه نجاح المشروع يساوي ايه؟ زيادة سعر التذكرة مش ده منطقه هو بيقولك الدولة خفضت السعر علشان المشروع فشل يبقى لو المشروع نجح الدولة تزود السعر هو بالمناسبة مش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها المشروع يفشل فبخفضت ده سعر التذكرة او المشروع ينجح فبزود سعر التذكرة طيب تعال عل بعده لو الدولة ابقت على سعر التذكرة كما هو هيقولك التذكرة غالية جدا هم بيعملوا فيكم كده يا مصريين وانتو زياد تستحملوا ده يا مصريين وازاي الشعب المصري يقبل حاجة زي كده كفاية بقى طحنة في المصريين حلو؟ طيب ولو الدولة زودت سعر التذكرة هيقولك هو مفيش اي مراعاة المحدود يدخل خلص مفيش اي مراعاة انه الاسعار بترتفع فعالاقل تخفوا على الغلابة انتو ايه؟ ولما الدولة خدت قرار وده قرار حقيقي نعم هتخفض السعر وده لمراعاة ابعاد اجتماعية بالمناسبة يبقى برضو مش عاجب الاخوان انت كمواطن بقى بتشوف ده ازاي؟ ليه بسألك ده؟ لانك انت بتشير انت بتشير على اساس الايه؟ بتشير على اساس انه الدولة خفضت سعر شيء ما يعني لما يحصل ازمة زي ازمة روسيا واوكرانيا وتبدأ الاسعار تزيد في الدنيا كلها وبطبيعة الحال عندنا فاول جملة بيقولها المصريين ايه؟ يا ترى هل ترى او اول تساول يا ترى هل ترى بعد انجلاء هذه الازمة او اذا استقر الاوضاع او اذا انتهت تماما او اصبح فيه بشائر للانتهاء هل الاسعار هتنزل تاني؟ هتلاقي صاحبه اللي قاعد جنبه او زميله اللي قاعد جنبه في المكتب هيقوله ايه؟ هو فيه حاجة سعرها بينزل يا محمد مش دي الجملة كلهم يقولها هو فيه حاجة سعرها بينزل يا محمد طب فيه حاجة سعرها نزل فبرضو مش عاجبك يا محمد محمد احمد ابراهيم زيد عبيد مش دي القصة يعني لو اسعار بتزيد تبقى وحشة ولو الاسعار مستقرة تبقى وحشة لانه ما فيش مراعى لزيادات الاسعار سندوا الناس شوي فالدولة تروح ده بالمناسبة القطر السريع الخفيف يعني علشان فيبقى انه ولما تيجي تنزل السعر برضو مش عاجب ده شيء شديد الغرابة بجد انت على اساس ايه بتشير انت بتشير عشان السعر رخص يعني انت زعلان انه فيه حاجة سعرها رخص ده بجد يعني انا بحلم ولا ده واقع يعني اللي انا شايفه ده جد لا مش اللي انا شايفه بتكلم على القطر انا هو واقع وموجود انا مستغرب حقيقي من رد الفعل انه يبقى فيه حد شايف انه لما السعر يقل دي حاجة وحشة يا سادة الحقيقة هي التخفضات جاية لاستجابة او جاية بشكل استجابة على هيئة استجابة لمين لمناشدة الموطنين الناس قالت قال له السعر شوي وتعامل دراسة للشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة المترو في ضوء هاسف القطر الكهربائي الخفيف على اساس هذه الدراسة او في ضوء هذه الدراسة تم اتخاذ القرار بانه يتم الاستجابة لمناشدة المواطن العظيم بتخفيض السعر شوي بالمناسبة هو بدءا من النهار ده السعر نزل الدولة وهي بتشتغل بتراعي ايه بتراعي انه يتعامل طول الوقت تطوير للرؤية يعني ايه تطوير للرؤية يعني الدولة تتابع اللي بيحصل تشوف ايه اللي بيجرى رد فعل ده على المواطنين ايه يا ترى هم ردود افعال المواطنين نفسهم ايه فلما نلاقي انه المواطن بيقول يا جماعة احنا الازمة الاقتصادية تعبان حبتين وياريت ياريت لو تعرفوا تنزلوا سعر القطر الكهرباء الخفيف ده شوية فتيجي الدولة تنزل السعر ده معناها انها بتطور ايه بتطور رؤية السعر في مركز معين في حتة معينة فالسعر ده نزل الدولة نزلته علشان خطرك بس مش عاجبك انا عارف ان في مواطن يقولي مين قالك انه مش عاجبنا يوسف ما تجمعش هقولك انا عارف ان في مواطن سعيد بهذه ده هنا مواطن فاهمان واعي كل المصريين فاهمين واعيين بس ما تخليوش حد يلعب في قدمغتكم يا جماعة مش معقول يبقى فيه شائعة متعلقة بخفض الاسعار فاديقك يقولك اصلا خفض الاسعار عشان المشروع باز باز ايه ايه اللي اتعمل في مصر باز بكلمك بجد والله يعني ايه اللي اتعمل في مصر حتى اللحظة اللي احنا وقفين فيها دي من 2014 لحد هذا اليوم وباز قولي حاجة واحدة يعني هل تطوير المصانع في المحلة مصانع الغزل والنسيج دي حاجة وحشة هل المجمعات الصناعية بتاعت الروبيكي دي حاجة وحشة هل المجمعات الصناعية ومطق الصناعية اللي بباني سويف دي حاجة وحشة طيب هل زيادة الرقعة الزراعية في مصر دي حاجة وحشة هل زيادة انتاج الامح وحش او زيادة انتاج الدرة عشان مصانع الأعلاف تشتغل فننزل سعر العلاف قدر الإمكان ده وحش أو عشان تعمل مجمعات كبيرة لتسييل الغازة الطبيعي ده وحش أو تعمل حقل للطاقة الشمسية هو الأضخم في أسوان بنبان ده وحش أو تعمل مصانع لإنتاج الهايدروجين الأخضر ده وحش أنت بتتكلم جد